الأرقام دي بتقول حاجة مهمة اللي تابع أرقام طبعاً لأندية البرازيلية كإرادات ومصرفات في السنوات الخامسة الأخيرة ممكن لناس كتيرة جداً ما تكونش أرقام دي متوقع فيه أرقام يمكن تكون قريبة من أندية أوروبا ومش من أندية صغيرة من أندية كبيرة كمان ويمكن لانطباع السائد يكون أنه أندية أمريكا الثانية عموماً والبرازيل خصوصاً ممكن ما تكونش بالقوة المادية أو الاقتصادية اللي تخليها تصرف على كورة القدم بشكل ده لكن واضح أن فيه تطور وده يعكس لك معلش كل حاجة بترجعنا في الآخر للأهلي هو قدرات الأهلي المالية في مواجهة أبطال العالم يعني لما أجي أكلمك على اللوحي التسويقية والقدرات والإمكانات المادية للأندية في البرازيل فالمرس واحد من أفضل خمس أندية الأهلي يواجهوا مرتين خسرنا مرة كسبنا مرة ما تروح لأسيا وتشوف السعودية هتلاقي مثلاً الهلال واحد من أكثر الأندية لا هو مش واحد من أكثر الأندية هو أكبر الأندية السعودية والأسياوية انفقاً في المركات الحالي في ابتداءة اللي بتكلم على حتى وإن كان بدعم من الدولة أو من دعم من سندول الاستثمار السعودي دي قصة تانية لكن هو حتى من قبل فكرة الاستثمار و فكرة استقطاب النجوم وإلى آخره هو بالتأكيد قوة اقتصادية كبيرة جداً خليج عموماً في قطر في الإمارات في السعودية عندهم بجت مفتوحة تقريباً لنشاط كرة القدم فبالتالي عندما تيجي تشوف أرقام الأهلي مسابقات الأهلي على المستوى المحلي أرقامه فيها أو مكاسبه فيها أدئيه حتى على المستوى الأفريقي أرقامه ومكاسبه فيها أدئيه وتشوف إزاي بيوصل أنه هو ينافس أبطال القراط ويتفوق عليهم تعرف قيمة تيشرت النادي الأهلي وتعرف عظمة جمهور النادي الأهلي وتعرف أهمية وتأثير شعار النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر